انا دورت على الميكانيزم بتاعها ما كانش سهلة ابدا ان انا لقي ده ان اصلا اصنع شنطة صفر الفكرة دي نفسها مكادش موجودة طبعا اصحب طبعا من اي حاجة انت كنت عملتها قبل كده اكيد اكيد البرودكت مش موجوده على المستوى العالم نفيش اصلا حدى عمل شنطة صفر هاند ميد جلد طبيعي بديزاين كده يعني اول شنطة اول شنطة صفر هاند ميد مصنوعة من الجلد الطبيعي مصرية 100% وما فيش في العالم انا امشهور ان ما فيش في العالم حاجة معمولة هاند ميد بالشغل ده يعني انت اول مصرية تعمل شنطة صفر هاند ميد من الجلد الطبيعي ايوا سيرشة حتى عليها مش هتلاقيها خالص بصي انا متأكدة انا من ساعة ما شفت صورة الشنطة قبل ما شوفها حتى قدامي انا متأكدة ان انا عمري ما هشوف حاجة بالجمال دي تاني قدامي بجد التفاصيل اللي فيها ان هي جلد طبيعي يعني هي هاند ميد يعني دي الحاجة اللي محليها اصلا ان انا عارفة ان الشنطة دي مفيش اي مكن اشتغلت عليها ده كون شغل اينز خالص انت عارفة ان فيه ناس وقفوا قدامها في المعرض فيه معرض تتعامل ملحق بالمسابقة فيه ناس وقفوا قدامها متخيلين ان التابوت والاجزاء بتاعة انوبيس انها لازم مش دقة او مش يدوي طب ما تشرح لنا كده عملتها ازاي يا ماروة يعني ده رسم ولا حفر ولا بتستخدمي تلوين ولا سبغة ازاي كل كل مراحل ورا بعد المرحلة الاولى كان طبعا ان احنا نفكر ازاي ده اعمل اجمعها ازاي اعمل اطلع باترونها ازاي دي مفيش انا اجبت شنطة السفر بتاعتي واعتقدت اتذكرها حتة حتة اوكي دي تتوعي ازاي دي اجبها منين اوه واصريت ان الميكانزمة بتاعها بقلت ان اكيد خدت بالك في شنطة السفر انها فيه انواع منها يعني بس بقى الشيبي يعني شبه شنطة الخضار او شنطة السوق قطعة واحدة فوق وتحت العجل بالرجلين دي بس دي كتجري اقل لا انا اصريت انها تبقلت ان يعني مش باين منها غير الجرار والعجل كل الميكانزمة بتاعها داخلي دا كله درست ودورت عليه استاذ جمال كان عنده سؤال في الانترو كان بيسأل لو العجل اللي تحت يعني يتجر عادي وسهولة لو في وزن لو في وزن عادي اصلا جربت انا احنا فيها حرقة كتيرة جدا وتحركنا بها تحركت بسهولة جدا وروحت بيها قريب ووزنتها وهي مليانة كانت كانت فعلا كتلة كتيرة جدا بس يعني كلها كده وزنة على بعضها 15 كيلو وهي مليانة مليانة فعلا طب هي مصنوعة من الجلد الطبيعي هل في اي خامات تانية بقى بتستخدموها في تصنيع متا مش شرط للشنطة دي بس عمتا في البراند بتاعكم تستخدموا اي خامات تانية حاجة غير الجلد الطبيعي؟ او حاجة مع الجلد الطبيعي لا لا خالص حتى الطبطين الداخلي بيبقى برده جلد طبيعي حتى الطبطين من جوب يبقى جلد طبيعي مثل الجلد الطبيعي مفيش في عمره اه طبعا يعيش قد كده انا اي متاريال هحطها معها هتبوز ويفضل الجلد الطبيعي موجود فكده يبقى انا بواست البيس على كلام فوت للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة